اللجنة الإقليمية للماء تجتمع بمقر عملة إقليم رحمنا ببنجرير في إطار تتبع مستمر للحالة الهيدرولوجية وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالإقليم اجتماع خصص لاستعراض ومناقشة التدابير المتخدة لتدبير إشكالية الإجهاد المائي بإقليم رحمنا الاجتماع ترأسه الكاتب العام لعملة الإقليم المصطفى الطائع الذي ذكر بتعليمات الملكية السامية المرتبطة بترشيد الموارد المائية وضرورة تبني اليقظ والحزم الضروريين لتدبير إشكالية نقص الماء كأحد العناصر الحيوية والضرورية للحياة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تدرس إكراهاتها في ظل الأزمة المائية التي تعيشها المملكة بفعل تعاقب سنوات الجفاف وخلال الاجتماع تم تقديم عرض حول الإجراءات المتخدة على مستوى الإقليم قصد تدبير الإجهاد المائي إجراءات تتمثل في برمجة أثقاب استكشافية وحفر آبار ومشروع إحداث محطة متنقلة لإزالة الأملاح من المياه الجوفية ومشروع التزويد بالماء الشروب في إطار برنامج لمجلس جهة مراكش آسفي إلى جانب البرنامج الوطني لتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وبرنامج محاربة الجفاف فضلا عن تعزيز المراقبة وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين وبرمجة أنشطة تحسيسية إلى جانب هذا العرض تم تقديم عرض آخر حول تدخلات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء فيما يتعلق برصد ومعالجة التسربات المائية بمدينة بنجرير وعدد من الدواوير بالإقليم بالإضافة إلى الحملات التمشيطية للكشف عن حالات سرقة المياه اشتركوا في القناة